معطيات جديدة بدأت تتكشف في قضية مقتل الطفلة سينين ركان بعد السبعات فرضية الوفاة بسبب اللقاح مفاجأة من العيار الثقيل قلبت الأمور رأسا على عقب أظهرتها التحقيقات الأولية التي تركزت على فرضية وقوف العاملة الأجنبية وراء وفاة سينين تلك المعطيات دفعتنا إلى التوجه إلى منزل العائلة غير أن الحالة النفسية للوالدين لم تسمح بالتحدث إليهما لمعرفة التفاصيل مصدر أمني أشار لتلفزيون مستقبل إلى أن القوى الأمنية عملت على توقيف العاملة من التابعية البنجلدشية للتحقيق معها نتيجة ما أظهرته المعطيات الجديدة وتوقع المصدر استمرار التحقيق مع العاملة لعدة أيام قبل أن يحول الملف إلى القضاء المختص ويصدر بيان رسمي يوضح ملابسات الحادث وفور توقيف العاملات الأجنبية انتدبت السفارة البنجلدشية أحد العاملين لديها لمتابعة مجريات التحقيق فيما قال مصدر قضائي لتلفزيون مستقبل إن وزارة الصحة كانت قد أبلغت النيابة العامة التمييزية أنها ستحيل إليها ملف التحقيقات الطبية والعلمية التي تجريها لتحديد سبب وفاة الطفلة غير أن القضاء لم يتسلم حتى الساعة هذا الملف وكان وزير الصحة وائل أبو فعور قد أعلن أن تحقيقات الأولية أظهرت أن أسبابا أخرى للقاح قد أدت إلى وفاة الطفلة سنين ركان وعليه فإن اللقاحات المستعملة في البرنامج الوطني للتلقيح مضمونة الجودة داعيا جميع الأهالي إلى الإقبال على الحملة التلقيح ضد شلل الأطفال التي ستبدأ في الخامس عشر من الجاري